أرحب دكتور عطي محمودة طنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة أهلا بك دكتور على شاشة القاهرة الإخبارية في مطروح للنقاش إذن نحن نتحدث عن تحديات تواجه القارة الأفريقية برأيك ما هي أبرز هذه التحديات؟ أولا اسمحي لي أحيي كل أفريقي في يوم أفريقيا يوم 25 مايو من كل عام وأقول للأفريق كل عام وأنتم خير ثانيا القارة الأفريقية هي القارة الضحية منذ زمن استنزفها الاستعمار أولا واستنزفها بلا هودة وبلا رحمة استنزف سروتها بعد الاستعمار جاءت بعد كده كل أضياء زي أضياء الطائرات المناخية لتسبب فيها برضو أيضا للعالم الغربي وتأثرت بها القارة الأفريقية أشد تأثر الحقيقة هي قارة متأثرة ليست متسببة في الظاهرة نهيك عن مرض الكوفيد-19 اللي هو ظهر لنا الكيه برضو من العالم الأول إلى العالم الغني تجاه القارة الأفريقية وكانت ضحيته أيضا للقارة الأفريقية ثم الحرب الأوكرانية الروسية اللي أيضا ضحيتها القارة الأفريقية وما قبل ذلك ولو عددنا في التاريخ القريب مش حتى البعيد أي مشكلة أو أي ظاهرة أو أي كرسة بتصيب العالم تأثرها بتيجي القارة الأفريقية في المرتبة رقم واحد والحقيقة فيه قول لفخامة الرئيس عند الفتاح السيسي أنا دايما أكرره أن الأفارقة إذا أرادوا أن يحلوا مشكلتهم المختلفة فعلى الأفارقة نفسهم أي أن الأفارقة هم القادرون وحبهم على حل مشكلتهم لا ينتظرون حلا من أحد لا من الغرب ولا من الشرق نحن القارة الأفريقية قارة غنية بصرويتها قارة غنية بسكانة قارة عندها واحدة أربعة من عشر مليار ناس هذه نقطة همة جدا دكتور كنا سنتطرق إليها بتفاصيل ولكن برأيك كيف يمكن الوصول لهذا الهدف يعني دائما نتحدث عن هذا الهدف وأن القارة الأفريقية هي قارة غنية جدا ولكن كيف يمكن الوصول لهذا الهدف المراد طيب السؤال الأولى حضرتك طرحية تحديات تحديات كثير جدا اقتصادية وسياسية واجتماعية وأنصابولوجية وقبلية وإرهاب وما إلى ذلك لكن كل هذه التحديات وضعها لاتحادي الأفريقي في عين ديته 63 علشان يعالجها وكان هدف الأسمى أن التنمية المستدامة هي التي تستطيع وحدها أن تقضي على كثير من هذه التحديات على اعتبار أن التنمية المستدامة هي يجب أن نستغل ما تمتلك القارة الأفريقية من سروات استخدام راشد وأن نحافظ عليه الأجيال القادمة وأن نستخدم معالجه معالجات أولية وثانية لا نصدر سرواتنا تصدير خام نوفر عمل للشباب الأفريقي بدل أن يبحث عن هاجرة خارجية تؤدي به في النهاية إلى الموت لا إحنا عندنا في القارة الأفريقية يكفي أن أقول لحضرتك عندنا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم موجود في القارة الأفريقية عند حضرتك 30% من احتياطيات المعادل موجود في القارة الأفريقية عند حضرتك 12% من احتياط البطول 8% من احتياطيات الغاز قارة الحقيقة مليئة بسروات وخيرات وعندنا كتلة بشرية التي تضاهيها قارة في العالم يمكن إذا ما سنغير لهذا الاستخدام ولنا في عام 2019 المسأل الحقيقة عندما كانت مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي وكان الرئيسة أفتاح سيسي مقدمة الرأساء وضع بصمة الحقيقة في هذا الاتحاد وأصبع الاتحاد في منتهى النشاط على كافة الأصحاب سواء في فيما يخص الاقتصاد في اتفاقية التجارة الحرة أو السالم والأمن أو وقد الصراعات أو إسكاة البنادق يعني لو عديت يعني مش هنخلص إنما في أمور كتير جدا جدا حقيقة بشرت بها مصر وبادرت بها الدولة المصرية بعد صورة يونيو المجيدة 2013 وبعد الانفتاح الثاني على القارة الأفريقية كان فيه وجود مصر كبير جدا في القارة الأفريقية في حقوق الستانيات ثم شوية حصلت علاقات فيه نوع من التباعد وما أن جاء الرئيس أفتاح سيسي إلا أن عاد الروح للعاقات المصرية الأفريقية مصر بتساعد القارة الأفريقية في كل العبور من هذه أو مواقع هذه التحديات الجسام التي تجابل القارة الأفريقية